أكد برنامج الأغذية العالمية أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بدون وقود وأشار البرنامج إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة حتى الآن تشكل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات في القطاع هذا إضافة إلى التحديات التي تواجهها المخابز التي تعمل مع البرنامج في ظل شح الوقود وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أكدت مسؤولة أممية أنه دون الوقود لن تعمل المستشفيات أو المخابز مشيرة إلى أن هناك أربع مخابز فقط تعمل في القطاع بأسره بعد أن كان هناك 23 مخبزا يعمل في البرنامج مع بداية التصعيد وأكدت أن البرنامج قلل من الحصص التي يحصل عليها كل شخص في اليوم حتى يتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من الناس ترجمة نانسي قنقر